تحدي مهم طبعاً كاس العالم للأنبية كأهلوية أكيد عندنا طموح كبير جداً جداً في البطولة دي لكن في نفس الوقت عندنا ظروف كتير جداً جداً ممكن تعطلنا بطريقة أو بأخرى يعني لكن في كل الأحوال احنا عقدين الأمل وكل الأمل بعد ثقاتنا في المولى عز وجل وأيضاً في لعبتنا أن هم إن شاء الله بإذن الله تعالى يشرفوا الأهلي يشرفوا القرى المصرية وقرى الأفريقية أياً كانت إيه الظروف وهو ده اللي بيمايز جمهور النادي الأهلي عن أي جمهور تاني حتى لو وقع منك عدد كبير من لعبة مؤثرة في التشكيل الأساسي في الحداشر بس برضو تقدر أن أنت تعمل حاجة ولو ما قدرتش إحنا برضو مش عايزين غير نشوف روحك في الملعب وقتالك في الملعب وأدائك الرجولي وأياً كانت النتيجة بقى دي بتاعت ربنا فكل التوفيق للنادي الأهلي في بطولة كاس العلم للأندية وعندي أخبار كتير جداً تتعلق بالفريق وهو في هذه اللحظات أنا أتكلم معكم هما في طيارة دلوقتي ويصلوا بإذن الله سالمين لأوزابي في تمام الساعة سامنة مساءاً بتوقيت القرى لكن هناك شيء بس معلش حاجة أحباب أتكلم فيها وحاجة مجنناني إنبارح الأهلي كان بيلعب ماتش مع البنك الأهلي في آخر مباراة الأهلي في كاس الرابط كامل احترام التقدير للناس كلها كلها طبعاً قوامات كبيرة ومحللين كبار وكده بس كان فيه ترصد ترصد بشكل مبالغ فيه لمسلماني يا جماعة هوا مسلماني ده من بلد عدو لنا مثلاً وإحنا بنعرفش الراجل بيكسب بيخسر بيتعادل بيتقطع هي مفيش نقاش بالمناسبة ممكن بعض النقاط يكون عندهم حق فيها بس إسلوب التقطيع في المسلماني الإسلوب أنا خلافي على الإسلوب لما فيش حد فوق النقط أنا خلافي على الإسلوب اللي بتنقض به لما توصل الأمور لأن يتقال أن فيه تخبط في الأهلي تخبط في الأهلي عشان مجرد أن محمد عبد المنعم راح أعاره لفيوتشر وعشان مجرد أن اللاعب ضغط عشان يروح لأن المسلماني كان متمسك بيه وكل دي كاليسة معرفش ومعرفينها ولا ممكن يكونوا عرفينها والله أعلم مش هتخل في النواية يعني لكن الراجل ضغط عايز يطلع عشان هو حسن فرصته قليلة تمام ولولا أن هو طلع ما كانش محمد عبد المنعم دلوقتي اللي بنشوف منتخب مصر ما كانش هو بالمستوى ده ما كانش حيبه هو محمد عبد المنعم ده فهل خروج محمد عبد المنعم من الأهلي إعارة إعارة مش بيع كمان يساوي تخبط هل يا جماعة ده منطقة طيب مسماني الراجل تقطيع فيه على طول على طوعة طيب الراجل عمل إيه قال لك أصل هو كان المفروض يكمل باللعيبة الأساسية عشان يجلزه كسع طيب هو لعب اللعيبة الأساسية يا جماعة وتصاب واحد من أهم اللعيبة بيرسي تو بمزق وبرا كاس العالم قال لك طيب يدنك ما بين ده وده طيب ما هو رامي ربيعة لعب مبارح مش ده من اللعيبة الكبر وليد سليمان وليد سليمان ناشئ لعب وجاب جوه حلو بصراحة ورامي اللي عمله الأسست محمود وحيد هو محمود وحيد ناشئ لعب برضه لكن في نفس الوقت لازم تكون حريص أن أنت تحاول بقدر ما استطاع تروح بالقايمة كاملة أصل أجازات طويلة و12 يوم معلومة خطئة الأهلي ما خدش 12 يوم قبل كاسر ربط الأهلي خد 8 يام فقط 8 يام فقط أجازة للأهلي قبل كاسر ربط موسماني هو اللي جي بعد ما الفريق ابتدى بكم يوم انضم التدريبات لكن اللعيبة كانت بتجز بدنية وتشتغل وتلعب وتتمرن فأنا مش فاهم ليه ليه هذا التقطيع المبالغ فيه المبالغ فيه انتقد بس ما يبقاش بالأسلوب ده في موسماني حاجة غريبة يعني الراجل نجح وماشاء الله عليه وربنا يكرمه ويجيب بطولات أكتر وأكتر مع الأهلي بصراحة الحاجة الثانية دي لقطات طبعا الحركة مشايفينها النهاردة من مطار القاهرة والطريق في اتجاهه لأبو ظبي يعني قبل تحرك الطائرة يعني لتحركت في تمام الساعة الرابعة عصرا بالزبط الحاجة الثانية ياريت بس ارجع لي الحتة دي أبيه بعد إذنك هي حتة ايه حتة محمد عبد المنعم وعودته عودته للنادي الأهلي بشكل رسمي خبر مفرح جدا لنا كأهلوية وخبر كنا بننتظره جدا وكنا 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 تفتكروا أولا براحلت لكم قد يكون هناك صفقة أو اتنين للأهل فواحدة هجت الله أعلم فيه تاني لكن دي الحمد لله إيه انضمت ومش صفقة أي صفقة ده محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر في بطولة الأولى أفريقية ايه بقى اللي غايزة البعض اللي غايزكم لما يطلع واحد في الإزاعي الصبح يقول لك ازاي فيوتشر يبدي مصرحة الأهلي على مصلحة النادي يا حبيبي مش كده والله العظيم انت قلم دا انت مالك طيب ما هو دلوقتي واحد لعيف الأهلي الأهلي طلعوا أهار ومش هو بس اللي طلع أهار احنا مطلعين أكتر لعيف أكتر من لعيف في فيوتشر ومين قالك ان في فيوتشر ما بصوش لمصلحته دول هم برضو كذبوا من الصفقة دي من صفقة عودة محمد عبد المنعم للنادي الأهلي كذبوا ايه سنة إضافية كريم نيتفيد لعيبتي قيل قوي بتدى يستعيد مستواه وشوفنا الكلام ده مع فيوتشر وكذبوا كمان مين مانو عبد الرحمن مانو لعيب جامد جدا واحد أهم مكاسب كاسر ربطة بالنسبة لنادي الأهلي فهو فكر في مصلحته ونفكرش وعلى فكرة الموضوع خد فترة عبال ما فيوتشر رفقه واخدوا مكاسب فين بقى فين مصر وفكروا في مصلحتهم برضو وانت قيل مضايقك الناس اللي بتتكلم في الحيطة دي ايه مضايقهم يقول لك طب احنا دلوقتي عايزين عمر كمال يا حبيب عمر كمال مش مقيد في النادي اللي انت أصدق عليه عمر كمال مرتبط بعقت وما قوف نزمك عمر كمال مرتبط بعقت ويحق لي بالمناسبة انه هو يختار النادي اللي عايز يلعب فيه في حالة موافقة فيوتشر على رحيله هو فيوتشر بيمتلك اللاعب فحاجات غريبة بتسمحها مفروض ناس فهمة في الكورة بس للأسف كلامهم يقول عكس كده تماما مش حدي اكتر من كده في الجزئية دي ومش هتكلم اكتر من كده بس في ضغوط كبيرة جدا عن موسيماني والناس بتحاول تقول عايزين نشوف بقى موسيماني هعمل ايه في كاس العالم طب برضو عايزين يا جماعة نشوف الظروف اللي بتحيط بموسيماني فحنشوف ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق تعالوا بقى نتكلم عن قائمة الاهلي في كاس العالم مش معنى كده ان هي دي كل القائمة الاخيرة او النهائية اللي هتشارك في كاس العالم فحقولوا حرككم الاول القائمة القائمة بتضم 22 لعنين مين هم فحراسة المرمى علي لطفي حمز علاء ومصطفى مخلوف في الدفاع عرامي ربيعة ياسر ابراهيم محمد هاني كريم فؤاد محمود وحيد أليو ديانج محمد محمود وليد سليمان حسين الشحات طهر محمد طهر أحمد عبدالقادر أفشا عمار حمدي بيرسي تاو محمد أشرف محمد فخري لويس ميكي سوني زياد طارق وحسام حسن دول 22 اللي تم اختيارهم هل هم دول اللي حيكونوا خلاص بالشكل ينهائي مع الاهلي في كاس العالم لا ليه لأن الاهلي يحق لي ان هو يقيد القائمة النهائية الخاصة به قبل 48 ساعة من بداية المباراة اللي هي أول مباراة للنادي الاهلي هتكون امتى يوم السبت بإذن الله اللي هو يوم خمس يعني آخر يوم ليك بالنسبة لك تأييد اللعيبة امتى في قائمة كاس العالم يوم الخميس اللي هو يوم ثلاثة قبل 48 ساعة من انطلاق مباراة الأهلي ومنتري ان شاء الله نتمنى كل التوفير للنادي الأهلي طب هتقول لي موقف علي معلول علي معلول هيتسافر النهاردة بالليل يكون موجود في المعسكر طيب المصابين اللي موجودين في الرحلة دي موجودين ليه عشان يكملوا برامجهم التأهلية والعلاجية الخاصة بالمناسبة بيرسي توبر يعني بيرسي توبر لكن حسام حسن فيه فرص فيه فرص وحتى لو فرص ضئيلة بس فيه فرص انه ممكن يلحق بأول المباراة وده اللي حيخاليني اتكلم مع حضراتكم فيه بخصوص او ده اللي حيخاليني مع حضراتكم فيه بخصوص بعض الأخبار اللي بتخص البعثة بس هروح لفاصل أول بعد الفاصل اقول لكم التفاصيل بكل كواليس هيا الله بي